للوقوف على آخر المسجدات الأمريكية. انضم إلينا مراسلون الحرة. معي هنا في الستيديو رابح في لالي. معنا من البيت الأبيض هشام برار. من البنتاجون وفاج باعي. من الكونغرس عبد الرحمن البرديسي. مرحبا بكم. أبدأ معك هشام أولا عن التصريحات الأخيرة. وكيف يتابع البيت الأبيض أيضا زيارة شي جينبينغ إلى موسكو. قبل الزيارة مسؤول في البيت الأبيض قليل حرة قبل قليل. عندما طلبنا رد فعل البيت الأبيض على قرار المحكمة الجنائية الدولية. توجيه مذكرتي توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومفوضة حق الأطفال الروسية. المسؤول يقول أن الرئيس الأمريكي كان واضحا منذ البداية. بشأن الحاجة لمحاسبة روسيا على الفضائع وجرائم الحرب التي ارتكبتها في أوكرانيا. ضد الشعب الأوكراني. ويدها بالمسؤول إلى حد القول أن الولايات المتحدة ستتعاون مع جميع الهيئات الدولية. لجمع الدلائل والحجج. وحماية هذه الدلائل والحجج. من أجل ضمان محاسبة المسؤولين الروس. المسؤول حريص جدا في الحديث عن المحكمة الجنائية الدولية. علم أن الولايات المتحدة ليست عضوا في هذه المحكمة. كما أن روسيا ليست عضوا فيها. لكن المسؤول في البيت الأبيض يرون أن هذا القرار يصب في اتجاه الرسائل التي توجهها الولايات المتحدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بأن رقعة تحركه والعالم حوله يضيق ويتقلص بحكم أنه سيكون متابعا في الدول. الموقعة الموقعة على المعاهدة المحكمة الجنائية الدولية. استبق البيت الأبيض زيارة الرئيس الصيني جيشينب بينج لموسكو. المقرر أسبوع المقبل. ليقلل من أهمية أي مخرجات أو إعلان لمبادرة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. البيت الأبيض أبدأ عدم تأييده ومعارضته لأي خطوة للدعوة لوقف إطلاق النار بشكل فوري في أوكرانيا تصب في مصلحة روسيا. ويقول البيت الأبيض على لساني منسق الاتصالة الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي. أن ما تعلم الولايات المتحدة من هذه المبادرة الصينية حتى الآن هو مجرد تثبيت المحاولة تثبيت المكاسب الميدانية لروسيا في أوكرانيا على حساب السيادة كييف. نشير أيضا أن البيت الأبيض حثم جددا. شيشينبينغ على التواصل مع الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي. الإصغاء إلى وجهة نظريه بعد قيمته مع بوتين. البيت الأبيض أيضا يقول أن قرار سلوفاكيا وبولندا تزويد أوكرانيا بمقاتلات ميج 29. لن يغير من حسابات البيت الأبيض. التي طبعا يرفض حتى الآن تزويد أوكرانيا بهذه المقاتلات ويعتبرها غير عملية في هذه المرحلة. هذه النقطة تحديدا تتوسع معنا فيها وفاء. أعتقد على لسان بوليتيكو أتت المزيد من التفاصيل. أليس كذلك وفاء؟ يعني مسؤول في البنتاجون أكد للحرام أن وزارة دفاع الأمريكية على علم بالتقارير التي أشارت إلى أن شركات صينية قامت بتزويد روسيا بنادق للصيد وبدروع وأيضا بأسلحة يمكن استخدامها بشكل ربما عدائي. ولكن البنتاجون لا يملك إشارات ودلائل على أن الحكومة الصينية قامت بتزويد روسيا بأي أسلحة تستخدم في حربها ضد أوكرانيا. أيضا يذكر البنتاجون بأن الولايات المتحدة حذرت وتحذر الصين من أن هذه الخطوة أي خطوة مد روسيا بأي سلاح ستكون له تبعات. أقل هذه التبعات. ربما عقوبات اقتصادية. أيضا البنتاجون لا يستبعد هذه الفرضية. أي أن تقوم الصين بالمستقبل بهذه الخطوة. بالنسبة للمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا. البنتاجون يؤكد للحرة بأنه سيتم الإعلان الأثنين عن حزمة جديدة من هذه المساعدات. والتي طبعا مرة جديدة تظهر مدى التزام الولايات المتحدة بمساعدة أوكرانيا في هذه الحرب. وفي مواجهة التهديدات من روسيا. وطبعا هذه المساعدات الجديدة سيكون على رأسها المزيد من الذخائر. وما تحتاجه أوكرانيا في هذه المرحلة. لا سيما بعد اجتماع مجموعة الاتصال الدولية. والذي خلاله استمع قادة البنتاجون. والقادة العسكريون من نحو خمسين دولة إلى حاجات ومطالب القوات الأوكرانية في هذه المرحلة. نعم. ابن الرحمن ما الجديد في الكونغرس. نعم محمد يبدو أن التعاون العسكري الروسي الصيني مستمر. ولكن في الاتجاهين هذه المرة أرسل رؤساء اللجان الشؤون الخارجية والقوات المسلحة والمخابرات بمجلس النواب الأمريكي. رسالة إلى جاك سوليفن المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي. وأيضا إلى وزير الخارجية الأمريكية أنترين بلينكين. وإلى وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت تيلين. يقولون في هذه الرسالة أن هناك تعاونا سريا وتحدثنا عنه فيما قبل أي المشرعين. تحدثوا إلى البيت الأبيض فيما قبل عن هذا التعاون. بأن شركة روستورم الشركة النووية الروسية النشيطة جدا في الإنتاج الأسلحة النووية. تصدر وستصدر هذا العام إلى جمهورية الصين الشعبية مواد خطيرة جدا في اليورانيوم لتعزيز قدرات الصين النووية. وكان هناك لهذه الشركة بالتحديد افتتح مكتبا في بكين في عام 2016. ولذلك يطلبون من الإدارة الأمريكية أقصد المشرعون يطلبون من الإدارة الأمريكية توضيحا لهذه المعلومات. وأن يكون هناك كشف لما لديهم من معلومات. حتى يتم مناهضة هذا التعاون المستمر بين الجانبين وفي الاتجاهين. سواء كان أسلحة روسية ذاهبة في الطريق إلى بكين. أسلحة نووية وخبرات نووية. أو العكس أسلحة خفيفة ومتوسطة من بكين إلى موسكو لمساعدتها في الحرب الروسية على أوكرانيا. هذا من جانب. من جانب آخر الآن يدرس المشرعون بمجلس الشيوخ مع زملائهم في مجلس النواب. وبالتحديد مع الجمهوريين على موضوع إلغاء تفويضي استخدام القوى العسكرية الأمريكية في العراق لعامي 1991 و2002. لأن هناك غضب من المشرعين الجمهورين في مجلس النواب بأنه لا يوجد أي مبرر لإلغاء هذين التفويضين. وربما يكون هناك بعض التعديلات. ولكن تيم كين وهو الذي يدعم هذا التشريع السيناتور الديموقراطي عن ولاية فرجينيا. يقول لدينا أخبار جيدة. وربما يتم التصويت فعلا في الأسبوع القادمة. الأسبوع القادم يوم الأربعاء. سنشهد التصويت الأخير على هذا القرار لإلغاء تفويضات الحرب في يوم الأربعاء في مجلس شيوخ. وين ثم سيذهب إلى مجلس النواب ليعبر بأغلبية بسيطة. ومن ثم يذهب إلى البيت الأبيض. محمد. رابح. من جديد نعود أيضا إلى مسألة روسيا. قرار المحكمة الجنائية. أو قضاة المحكمة الجنائية. إصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين. يتفاعل هنا في واشنطن. ليس كذلك؟ على أكثر من جبهة واحدة. إضافة إلى ما ذكر زميل هشام. هناك أكثر من وجهة لهذا التطور الآن. هو بالقطع. هو انتصار دبلوماسي كبير. بالنسبة للولايات المتحدة والحلفاء الغربيين. أو حلفاء أوكرانيا في هذه الحرب. بصورة خاصة. خاصة بالنسبة لواشنطن. التي كانت أول من دافع عن مسألة حقوق الإنسان في أوكرانيا. والفضاء التي ارتكبها. الجيش الروسي. ليس الآن فقط. ولكن منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا. الولايات المتحدة كانت قد تحدثت عن وجود هذا المساعي. بالعودة محمد أيضا إلى خطوة. كانت قد صدرت من قبل الولايات المتحدة. وتحديدا في مؤتمر ميونيخ قبل أسابيع. عندما تحدثت كاميلا هاريس بشكل صريح. وكانت أول مسؤول أمريكي رفيع. يتحدث بالتوصيف الواضح. أن ما ترتكبه روسيا في أوكرانيا. هو جرائم حرب. ثم هناك إضافة إلى بعض المسائل الأخرى. التي تتعلق بتفاصيل هذه الجرائم. عندما تحدثت المسؤولة الأمريكية. عن وجود عمليات اختطاف. ووجود عمليات اغتصاب. ووجود عمليات ترحيل. ولكن أكثر من ذلك. كانت قد تحدثت عن وجود عمليات. فصل أطفال قصر عن عائلاتهم. من قبل القوات الروسية. وهو الأمر الذي أكدته الجنائية الدولية. في قرارها اليوم. قد يقول كثيرون بأن هذه المسألة. لديها سوابق مع دول أخرى. مثل مثل ما حدث في الوطن العربي. مع الرئيس السوداني عمر البشير. ولكن وجهة نظر واشنطن. هي في مكان آخر الآن. الحرونة كمن يقول من الدبلوماسيين. الأمريكيين اليوم. أن الحروب سوف تنتهي بطريقة ما. كما حدث في البسنة والهرسك. في وقت من الأوقات. ولكن الجانب القانوني والقضاء المتاح للمحكمة الدولية. لن يتوقف بتوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أو هذه الحرب. ولكن هذه المتابعة سوف تضل قائمة في حق بوتين. أو في أي مسؤول روسي آخر. إضافة إلى أن هذه الجزئية سوف تكون نقطة تحول على الأقل. في الجانب الأخلاقي والجانب السياسي. بالنسبة للقيادة الروسية. رابح فلالي عبد الرحمن البرديسي. وفائج باعي هشام برار. شكرا جزيلا لكم.